أجيب على السؤال هذا هو سؤال مهم سأسلط الضوء بشكل إجمالي حول ما جاء في الروايات عنهم صلواته الله وسلامه عليهم أجمعين عندنا مجموعة من الأحاديث وقبل أن أشير إلى ما جاء في مجموعة من الأحاديث عنهم أيضا لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار النقاط التي أشرت إليها قبل قليل وهو أن المشروع المهدوي لم تبين لنا أسراره ما جاء في الروايات جاء بشكل مجمل والنقطة الثانية الروايات لم تصل إلينا كاملة والنقطة الثالثة ما وصل من الروايات تعرض للتحريف التحريف المتعمد أو غير المتعمد والنقطة الرابعة قضية البداء فلربما ما يذكر من موقف عن علماء وفقهاء ومراجع الشيعة عن موقف سلبي اتجاه الإمام الحج في الروايات لربما هذا الموقف يتغير بحكم قانون البداء إذا ما أيضا حدثت متغيرات في سيرة العلماء لكن نحن وما عندنا من الروايات لا نملك دليلا على أن قانون البداء سيجري لكن هذا الاحتمال وارد احتمال جريان قانون البداء في هذا الموضوع في موضوع موقف علماء الشيعة من الإمام الحج احتمال أن يجري البداء فيكون موقف علماء الشيعة على أحسن ما يكون ويمكن أن يكون أسوأ مما جاء في الروايات لكن نحن والمعطيات التي بين أيدينا لأننا لا نعلم هل سيجري البداء أو لا يجري فنبقى نحن والمعطيات المتوفرة نحن والمعطيات المتوفرة عندنا مجموعة من الأحاديث وليست قليلة وفي مصادر مختلفة تتحدث عن أن آلاف مؤلفة من فقهاء النجف الروايات تقول فقهاء الكوفة الكوفة هي النجف يعني العراق الكوفة هذا العنوان تشير إلى العراق وموطن الفقهاء في العراق النجف أن آلاف مؤلفة من فقهاء النجف ومن قراء الكوفة قراء نحن ما عندنا في الجو الشيعي قراء قرآن قراء يعني الخطباء يعني الخطباء الحسينيين وفي التعبير الشعبي الشيعي العراقي يسمون الخطباء قراء الخطيب الحسيني يسمونه قارئ حسيني حتى أنهم يسمون المجلس قراء فيقال له قارئ روايات عندنا أنه آلاف مؤلفة في بعض الروايات يصل العدد إلى أربعين ألف آلاف مؤلفة من فقهاء النجف ومن القراء من قراء النجف من قراء الكوفة هؤلاء سيجتمعون ويبدو أنهم فقط هم يعني في هذا التجمع لا يوجد من عامة الشيعة معهم لأن الروايات تقول ستة عشر ألف فقيه أربعون ألف من الفقهاء والقراء فهؤلاء يقطعون الطريق على الإمام الحج بين النجفي وكربلاء ويسيئون ويسيئون الأدب مع الإمام الحج عليه السلام هناك منهم من يخاطب الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه فيقولون له ارجع يا ابن رسول الله فإن دين جدك في خير يعني يعرفونه لما يقولون ارجع يا ابن رسول الله يعني هم يعرفونه ارجع يا ابن رسول الله فإن دين جدك في خير وهناك مجموعة تقول له ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك يعني هم قد بلغوا الكمال لا حاجة لنا بك هناك مجموعة ثالثة منهم تقول له أنه أرجع ابن فاطمة لا حاجة لنا بك فقد جربناكم فما وجدنا فيكم من خير ويبدو أن هؤلاء هم الذين ذهبوا إلى الفكر المخالف لأهل البيت فقد جربوا فكر أهل البيت فما وجدوا فيه من خير فكرعوا في الفكر المخالف أنه قد جربناكم فما وجدنا فيكم من خير متى جربوا الإمام الحجة قضية التجريب خصوصا هم علماء يتحدثون في الجانب العلمي والنظري فالمراد من التجريب هنا تجريب الفكري والعلمي لقد جربناكم فما وجدنا فيكم من خير ورواية تقول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة أيام يوميا عند الصباح وعند المساء عند العاصر الإمام يلتقي بهم يناقشهم يحادثهم يقيم عليهم الحجج وتصدر منه المعجزات أمامهم ولكنهم يبقون على عنادهم ثلاثة أيام يوميا يعني ست مرات الإمام يلتقي بهم وبين مرة ومرة متسع من الوقت يعطيهم مجالا للتفكير لعادة النظر ولكنهم يزدادون عنادا المرة الأخيرة يعني ثالث يوم عند العصر لما يعود الإمام منهم من المناقشة معهم يقول لأصحابه لا تبقوا لهم من باقي لا تبقوا أحدا هذه مجموعة هناك رواية يذكرها المحدث المرندي في كتابه نور الأنوار لم أجدها في كتاب آخر بحسب ما أتذكر الآن عن سبعين ألف من أهل الكوفة من أهل النجف قطعا ليس المقصود من أهل النجف المدينة الإدارية مقصود من أهل العراق من الشيعة ولكن يبدو تحديد العنوان من أهل الكوفة أن لأهل النجف دور كبير فيها الإمام يدخل إلى النجف بعد هذه الحادثة يعني بعد حادثة المناقشة مع العلماء بين النجف وكربلاء يدخل الإمام إلى النجف يبيت ليلة واحدة وفي اليوم الثاني يخرج يخرج باتجاه كربلاء هؤلاء يكونون قد كمنوا له سبعون ألف كما تقول الرواية كمنوا له يبدو في المقبرة من جهة قبر هود وصالح هود وصالح في المقبرة فكمنوا له هناك فيخرجون عليه وهم كلهم يريدون قتله إذا جمعنا يعني هذا العدد هذه الرواية لا تتحدث أن هؤلاء فقهاء هؤلاء من الشيعة يبدو أنه من أتباع أولئك الفقهاء والعلماء خصوصا وسأورد لكم روايات تشير إلى هذا المضمون لكني ما أوردتها الآن لأنها لم ترد في كتبنا الشيعية صحيح رواها معلفون شيعة ولكن نقلوها في الأصل من مصادر سنية من هذه الروايات مثلا رواية تقول كما قلت في الأصل مأخوذة من مصادر سنية ولكنها نقلت في كتب شيعية من الكتب الشيعية التي نقلت هذه الروايات على ما أتذكر يخطر في بالي الآن نور الأنوار لأبي الحسن المرندي وكذلك بشارة الإسلام لسيد مصطفى آل حيدر الكاظمي وكذلك الزام الناصب للشيخ علي اليزدي الحائري وكذلك نوائب الدهور في علاءم الظهور للسيد حسن المير جهاني وكذلك علاءم الظهور للميرز محمد نظم الإسلام الكرماني وكذلك الإمام المهدي صلوات الله عليه في كتب أهل السنة للشيخ مهدي فقه إيماني وكذلك كتاب بيان الأئمة للشيخ زين العابدين النجفي وكتب أخرى الآن هذه العناوين التي تحضرني أنا أيضا ذكرت شطرا منها في كتابي فتن في عصر الظهور الشريف هذه الروايات في أصلها أخذت من كتب سنية لكنها تتطابق مع هذه المضامين وهي أقرب في تطبيقها على الواقع الشيعي من غيرها بحكم الكلمات التي وردت فيها على سبيل النموذج من هذه الروايات والتي تخطر في ذاكرتي مثلا هناك رواية تقول إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر المهدي فليس له من عدو مبين يعني عدو واضح مشخص مبين يعني عند الناس فليس له من عدو مبين إلا الفقهاء خاصة إذا ظهر المهدي فليس له من عدو مبين فليس له من عدو مبين إلا الفقهاء خاصة ولولا أن السيف بيده لأفتل فقهاء بقتله هذه رواية طويلة الرواية لكنني أشير إلى موطن الحاجة منها رواية ثانية أعداؤه أعداؤه الفقهاء المقلدون هذا التعبير ليس شائعا في الوسط السني الآن هذا شائع في الوسط الشيعي يعني إذا تذهب إلى الأزهر لا توجد مجموعة في الأزهر مثلا تسمى بفقهاء ومقلدون وتقليد هذا المعنى ليس موجودا ليس شائعا لا أقصد لا وجود له أصل لكن ليس شائعا هذه العناوين الآن معروفة في الوسط الشيعي أعداؤه الفقهاء المقلدون بقية الرواية بقية الرواية تنطبق على وقائع موجودة في الحياة العملية التي عشناها أعداؤه الفقهاء المقلدون يدخلون يدخلون تحت حكمه لماذا؟ خوفا من سيفه وسطوته ورغبة في ما لديه يعني هذه قضية الخردة الفلوس الظهر مستمرة نحن عندنا في حديث أهل البيت إذا تضعضع الفقه لغنيا لأجل ماله تضعضع يعني يقوم من مكانه يعني لا يبقى على يعني لا يبقى كما يأتي الفقير وأنتم من الأثنان لديكم تجربة في الجو الحوزوي يعني تعرفون قضية إذا تضعضع الفقي لغنيا لأجل غناه لأجل ماله ذهب ثلثا دينه هذا إذا كان عند دين أما إذا ما عند دين يعني بالناقص نذهب إلى الناقص يعني تحت الصفر فماذا تقول الرواية أعداؤه الفقهاء المقلدون يدخلون تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه رواية أخرى ماذا تقول أعداؤه أعداؤ الإمام الحج عليه السلام أعداؤه هذه قرئت بقراءتين فيها احتمالان أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل الاجتهاد مقلدة مقلدة الفقهاء يعني الفقهاء الذين يقلدون الذين قلدوا والقراءة الثانية ويبدو هي الأصح لأنه أنسب مع التعبير والصيغ العربية في التعبير أعداؤه مقلدة مقلدة الفقهاء الذين يقلدون الفقهاء الرواية التي مرت قبل قليل هؤلاء السبعون ألف من أهل النجف الذين ينصبون كميل للإمام من جهة قبر هودو صالح أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل الاجتهاد هذه الرواية السنية هذه النصوص في أصلها أخذت من كتب سنية ولكن نقلت في كتب شيعية ذكرت مجموعة من المصادر ومصادر أخرى كثيرة أيضا ذكرتها لكن هذه التعابير تعابير ليست شائعة في الجو السني هذه التعابير تعابير شائعة في الجو الشيعي فلذلك يعني نحن لا نستطيع أن نرفض هذه الرواية لأنها تتطابق مع الروايات السابقة يعني تأتي منسجمة معها روايات التي أشرت إليها خروج الفقهاء بين النجف وكربلا الذي يبدو من خلال المجموعة الأولى من الروايات والمجموعة الثانية أن الأعم الأغلب سيحاربون الإمام الحج الأعم الأغلب من الفقهاء وهناك مجموعة ستكون منافقة ستكون منافقة كما ذكر في هذه الروايات أنه يدخلون تحت حكمه خوفا من سطوته من وسيفه ورغبة فيما لديه وهناك مجموعة يبدو أنها تبقى مترددة لأنه عندنا أيضا في الروايات أن الإمام سيجمع العلماء ومنهم فقهاء الشيعة ويناقشهم ويناقشون وتبدو الروايات التي تتحدث من أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه سيؤذى أكثر مما أذي رسول الله لأن رسول الله جاء والناس تعبدوا الحجارة والخشب المنحوطة أما الإمام سيخرجون عليه ويتأولون عليه الكتاب كتاب جدي التأول غير التأويل يتأولون التأويل هناك الفعل يؤول الذي يؤول هو الإمام وما يعلم تأويله إلا الله وهم صلوات الله عليه الراسخون في العلم لكن هناك من يتأول الكتاب على الإمام وقطعا هؤلاء هم العلماء من الذي يتأول الكتاب على الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا العلماء المخالفون لأهل البيت والذين معهم من علماء الشيعة هؤلاء هم الذين يتأولون الكتاب فالذي يبدو من الروايات من الأحاديث الشريفة أن الأعم الأغلب سيكون موقفهم موقفا سلبيا من الإمام الحجة وهذا ينسجم مع حديث أهل البيت هذه الرواية التي كثيرا ما أرددها رواية التي تتحدث فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه الفقهاء الممدوحون في هذه الرواية قلة ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الأعم الأغلب وصفتهم الرواية بأنهم أضر من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه وهؤلاء صفتهم أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إليها أضعاف أضعاف أضعافه من الأكاذيب التي نحن براء منها كما يقول إمامنا الصادق فيتقبلها ضعفاء شيعتنا المسلمون من ضعفاء شيعتنا على أنه من علومنا النتيجة أنه سيضلونهم عن قصد الحق المصيب فهذه المجموعات التي وصفها بهذا الوصف أنهم ألعن من شمر وحرملة هؤلاء هم الذين يتوقع منهم أن يخرجوا ضد الإمام قطعا هناك قلة قليلة مرضية لا بد أن تكون هناك قلة هناك رواية يبدو حتى القلة هذه ستفر من الإمام الحجة هذه الرواية حقيقة لم أجدها في مصدر من مصادرنا الحديثية المعروفة ولكنها تتناقل على الألسنة ورأيتها في بعض الكتب باللغة الفارسية لكن هذه الرواية لا أعرف لها مصدرا مضمونها منطقي جدا ينسجم مع هذه الروايات لكنني أكرر حتى لا يعني يقال بأنني جئت بهذه الرواية من دون مصدر أنا أقول هذه الرواية بالنسبة لي لم أجد لها مصدرا هذه الرواية تتناقل على الألسنة في الأجواء المهدوية في أجواء الذين يتابعون الأخبار والعلامات والأحداث وموجودة في بعض الكتب الحديثة التي كتبت باللغة الفارسية وهو أن الإمام صلواته الله وسلامه عليه بعد هذه الحوادث بين النجف وكربلاء وهذه التفاصيل التي أشرت إليها يبدو أن علماء الشيعة يفرون من الإمام بحسب هذه الرواية يفرون من الإمام خوفا من محاسبته من مساءلته لأنه سيكون شديدا على العلماء ويفر الجميع المتبقون يعني حتى الذي لن يكون محطا للمساءلة بحسب هذه الرواية الجميع يفرون فالإمام يقول قولوا لهم أن يعودوا فإنا لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نحن لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده يعني الذي في عنقه مسؤولية نحن نحاسبه أما هناك يعني من ليس في عنقه شيء بحسب هذه المعطيات هناك معطيات أخرى الوقت لا يكفي أرى أمامي الساعة والوقت يجري سريعا ربما أفرد حلقات لهذا الموضوع ربما في برنامج زهرائيون سأتحدث وأضيف معطيات أخرى كثيرة على هذا الموضوع لكن يبدو يعني من خلال هذه الروايات القضية سودة مصخمة يعني يعني هذا الذي أجده في المعطيات ولكن كما قلت قبل قليل المعطيات الموجودة بين أيدينا ليست كاملة من جهة ومن جهة أخرى هي محكومة بقانون البدا فلربما مسيرة علماء الشيعة تتغير بالاتجاه الذي يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولا تحدث كل هذه التفاصيل بهذا السوء ونحن لا نستطيع أن نقول بأن ما ندركه هو الحقيقة الكاملة لكن هذه هي المعطيات الموجودة بحسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا هذه هي النتائج الموجودة ويبدو أنها هي هذه النتائج الحقيقية يبدو هكذا لأن الواقع العملي الموجود يؤيد هذا الوضع قطعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الروايات تتحدث عن الزمان القريب من زمان ظهور الإمام باعتبار يخرجون بين النجف وكربلا يعترضون فإنها تتحدث فإذا نحن الآن على هذه الفرضية نحن الآن في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا نعم هذه الروايات يمكن أن نجد لها مصادق في الواقع العملي في الجو العلمائي في الجو الشيعي يمكن أن نجد لها مصادق أما إذا كنا في زمان هذا الزمان ليس قريبا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الحديث يكون بشكل آخر فإن هذه الروايات تتحدث عن زمان لم يأتي بعد وبالتالي عن أناس لم يأتوا بعد لكن هذا هو الموجود بين أيدينا ترجمة نانسي قنقر